عايزة اسمع معلوماتك يا مهاب في القصة دي وبس هسألك شؤال الأول هل متحدث الرسم باسم نادي الزمالك أستاذ أحمد سالم كتب مبارح أنه الزمالك يدرس لاعتزاره عن المباراة النعية كتب ده من نفسه ولا ده كان حديث مع مجلس دارة نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك طيب ما دونه أستاذ أحمد سالم على حسابه الشخص يا كريم جاء بعد مكالمة هاتفية مع كابتن حسل لبيب شخصيا وكابتن حسل لبيب أو دراسة عدم استكمال البطولة سببه إيه ما هي إلا وسيلة للضغط موضوع الانسحاب لم يطرح تماما داخل أروقة مجلس إدارة نادي الزمالك لم يطرح يعني ما تنقشوش فيه أصلا لكن التدوينة اللي كتبها أستاذ أحمد سالم كانت وسيلة للضغط وسيلة للضغط على مين؟ على مسؤولي اتحاد الكرة المصر حيث مسؤولي الزمالك كانوا شايفين إن وجودهم في هذه الظروف الصعبة بدون أي مسؤول من اتحاد الكرة المصري وبدون محد يتواصل معاهم كان عامل غضب كبير جدا فالحقيقة مجلس إدارة الزمالك أو تحديدا كابتن حسل لبيب نشر أو خلق أستاذ أحمد سالم ينشر كوسيلة للضغط على مسؤولي اتحاد الكرة إن هم يتدخلوا بعد فشل كل المحاولات في حال غريب جدا فعلا من اتحاد الكرة يعني صمت تام رهيب يعني أنا كنت أتوقع إنه أي مسؤول من مجلس الإدارة يجري بسرعة يتدخل يتواصل يسأل يكون فيه أي محاولات من اتحاد الكرة ما فيش حد في الأموالات من مسؤولة حال الكرة لا كلهم هناك كلهم هناك ما فيش كان غير بس الوصولة جمال علام كان في أسيوبيا ورجع يا هم كلهم هناك